طيب هل يتأثر النادي الأهلي بدغط المباريات؟ أكيد ده اللي احنا اتكلمناه نادي الأهلي علشان كده بيقولك كل لعيبة النادي الأهلي في الفترة دي لازم تكون على استعداد كامل أن هي هتلعب فيه وقاتك ربتن أسلام وانت كنت لعيب في النادي الأهلي وأنا كنت لعيب في النادي الأهلي أحيانا بتحس أنك انت بعيد وأحيانا بتحس أنك قريب فانت وانت بتبقى بعيد بيتسللك حتة أنك أنت تهدى شوية حتى في التمريض لكن أنا بقولك أن الفرقة كلها لازم تعمل حسابها أن هي في أي لحظة هتلعب وفي أي وقت هيلعب لأن المباريات فيها ضغط كبير هنتأثر ولكن التأثر الأولاني كان في ساندونس ولكن علشان كده أنا قلت لك وبدأت الحلقة معاك وبيقولك أن في خسارة تبقى مكسب مكسب لما هو قادم دائما أنا بقول أن الخسارة دي مكسب لأنه لازم يخلي بالهم أن في صعوبة هتبقى أن كل المطشطة هتبقى فيها قوة والده من نادي الأهلي هل شريف بيواجه أزمة في التهديف محمد شريف؟ حاطت نفسه فيها هو اللي حاطت نفسه كيف يخرج منه؟ أنا زعلان منه أحيانا اللعيب مش عايز تثبت نفسك أنتك لعيب كويس يعني أنت كنت هدف الدوري ولعيب النادي الأهلي ولعيب منتخب مصر وحصل لك موقف ليه دايما بتجلد نفسك ده أنا اللي أنا بقول عليه لازم هدوء شوية أنا حاس أنه بعد الموقف اللي حصل في المنتخب أنا بقول موقف صعب موقف صعب جدا للغاية والمدرب كان فيه غلطان جدا وأنا كنت أسعلم منه جدا كمدرب إزاي يوصل بي الحال أنه هو يوصل لعيب لكده ولكن أنا برضو لعيب محترف أنا ما بلعبش في أي نادي أنا بلعب في نادي كبير ما هو أنت كده هتخلينا نصح أنا دائما بقول للعيبة إيه اللي أنا مش مقتنع بيك اكسفني عايزك تعمل فيه إيه عايزك تطلعني منيش بفهم طلعني غلطان لا وما بفهمش كمان دي حقيقة والله أنا بقوله كده طلعني ما بفهمش أن أنت لما قعدك وتنزل تكسبني وتغير وتعمل وتشتغل وتقول لي أنت غلطان أن أنت قعدتني أنت بقى محمد يشرب في الوقت ده مش لازم تعمل في نفسك كده مشدود قوي شدد نفسه قوي حاطت نفسه في حتة أنه الهدف هيخليه كويس ودي وحشة أول الهدف الهدف دايما ابعد عن فكرة أنك تجيب جون أنك أنت هدف هتجيب جون لكن فكرة أنك كل شوية هتجيب جون كل شوية هتجيب جون بيمحوا من دماغك التحرقات طبعا بيخليك أنت مشدود دايما بصص في أحيانا أنت ممكن تجيب جون بعد الخطوة الثالثة أو بعد النقلة الثالثة أو بعد اللي أنت التحرك الثالث ليك لكن أنت علشان عايز تجيب هدف فبتتحرك تحرك واحد اللي هو اروح عند الجونة علشان اجيب جون لا او رغم ان انت ممكن تروح النحياتي عشان تاخد النحياتي عشان ترجع تاخد من الحتة الفاضية اكتر من كرة في سان داونز شفتها من محمد شريف ومحمد شريف دائما كانت عنده الميزة دي انه لازم اول ما كرة بتبقى على الطرف ده او ده لازم تلاقيه سرق الاولانية ودايما تلاقيه اكتر من كرة جات على العرضة القريبة اللي حصل ما شفتش محمد شريف بيتحرك ما بعد لانه امركز قوي في حتة ان يجيب جون انا بقول محمد شريف انت لعيب كويس وهداف احنا مش محتاجين منك انك تجيب جون احنا محتاجين انك انك انت تبقى كويس في الملعب واقول له حاجة تانية انزل استمتع باللعب ما تحطش نفسك تحت ضغط ما فيش مشكلة اللعيب الكرة وبالذات الفيرود ودي لازم يخلي بالو منها الفيرود غير المدافع انا كمدافع لو جبت جون في نفسي الناس هتمسكها لك طول العمر المهاجم لو ضيعت الف جون وبعدين جبت جون والتاني هترجع تاني للجمهور علشان كده فرصة المهاجم للرجوع بتبقى اسرع من المدافع واسرع من حالس المرمل للناس دايما بتفتكلك انك انت جبت فينا جون او كرة عدت من تحت ايدك كحارس لكن كفيرود بالعكس انت عندك اوبشن كويس انك انت يا محمد الشريف في اي لحظة هترجع تجيب جون الناس هترجع لك تاني فما تزعلش نفسك وما تشدش نفسك اه خد الامور ببساطة واهدى شوية علشان ما تثبتش ان انا كنت صح مشانك يا عادل تمام